موسيقى عودة مشاهدين الكرام الآن فقرة وجها لواجه حول توتر العلاقات ابن واسية بين المغرب وفرنسا على خلفية رفع شكاوى بالجملة قضائية في فرنسا ضد مسؤول مغربي بتهمة التعذيب مع ضيفية في الاستوديو وسيد عمر منصور ماتل جبهة البوليزاريو في فرنسا أهلا بك سيد عمر منصور كل شكر جزيل لك على قبول هذه الدعوة دائما ضيفنا في قناة فرنس ما كادخ ومرحب بك دائما مع أيضا سيد عبد المطلب عميار إزامعية اليقظة المواطنة سيد عبد المطلب عميار أهلا وشكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة هذه المرة الأولى ربما معي ولن تكون الأخيرة حتما أشكرك جزيلا شكرا على قبول هذه الدعوة وسؤالي الرئيسي شكوى في فرنسا ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبداللطيف حموشي بتهمة التعذيب والتواطأ في التعذيب هذا الجهاز الذي يسمى أيضا بالمخابرات الداخلية الدياستي كما يسمى في فرنسا. أبدأ مع سيد عمر منصور متى الجبهة البوليزاريو في فرنسا. سيد عمر نحن على كل حال بالنسبة لنا هذه إجراء يعني اللي عبر عنه فرنسا فيها عدالة وهذه العدالة يعني مستقلة عنها التنفيذي وبالتالي هذا يعطي إشارة للمغرب لأنه الأمور يعني لكان اللي فيه لزمن طويل الكثير من الصمت على انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى تعذيب من طرف بعض يعني الأجهزة هذا ما تلاش سامح به الوقت وبالتالي العدالة تدريجيا ماشية تقبل يعني موقفها من هذه القضايا مهما كان المذنب وبالتالي بالنسبة لنا من الطبيعي أنه حسوا أنه هذا الشخص موجود هناك نعم وتوصلوا لأنهم يستدعوه من طرف الغضاء الفرنسي قضية التحقيق نعم سيد عبد المطالب عمير أنت هناك رئيس جمعية اليقظة المواطن وكمواطن أيضا ولديك رد فعل على هذا الأمر هل هو إشارة للمغرب بأن عهد التجاوزات قد ول كيف ترقب عملية رفع شكوى في فرنسا ضد رئيس هذا الجهاز على خفية التعذيب وتوطئه في التعذيب أولا تنبغي الإشارة أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحق الإنصاف في المغرب قد بشرته حئة الإنصاف والمصالحة بمقاربة إرادية وتوقفت على الكثير من أنماط الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها المرحلة السابقة في المغرب وقدمت بشأنها توصية تمت المصادقة عليها ومن ضمنها توصية أساسية تتعلق بالحكام الأمنية إذن موضوع الانتهاكات الجسيمة كان موضوع اشتغال لهئة الإنصاف والمصالحة وبالتالي فنحن نعتقد بأن إذا كان الأمر يتعلق باختلالات وانتهاكات في المغرب فهناك منظمة وطنيات تشغل في هذا المجال وتباشر العمل بشكل مستمر في كل قضايا المتعلقة بالاختلالات المرتبطة بموضوع حق الإنسان وبالتالي المتير في هذه القضية التي تزامنت مع قضايا أخرى في فرنسا في الأوين الأخيرة هذا النوع دي المواضيع تتير حقيقة أسئلة مقلقة بتزامنها مع مع قضايا أخرى طبعا موضوع التعذيب هو موضوع المدان ولكن ربما حسما تهمت منك أن التدخل الداخلي في هذه الشؤون يعني كاف فلا داعي لأي تدخل يأتي من الخارج لمسألة المسؤولين المغاربين موضوع السيادة الوطنية موضوع اللي نقاش فيه طبعا الموقف السلطات الفرنسية يؤكد بأن الأمر فيه خلل ربما على مستوى في المسترى الدبلوماسية حتى وقرب الصورة لمشاهدين كرام عندما تتحدث عن السلطات الفرنسية تتحدث عن الدبلوماسية التي اعتبرت أن ما حدث أمر مؤسف بعد توجيه دعوة هذه الدعوة لهذا المسؤول المغربي الرفيع للمثلد قاضي التحقيق سيد عمر منصور هل تتفق مع هذا الأمر؟ يعني معالجة الأمر داخلية نعم إن كنت فهمت ضيفي سيد عبد المطالب عميار ولكن المزايدة في الخارج بهذه المسائل يعني هو أمر مرفوض لا بالعكس أنا بالنسبة لي العالم صار قرية والعدالة عدالة يعني ما فيها تجزية موجودة سواء كان يعني داخل وسواء كان في الخارج يعني لا جستيسة تنيفرسل ما يقدرش واحد يقول عالمية دون حدود بدون حدود عالمية يعني ما نقدرش نقول هذا يعني يعني غير المغاربة وبالتالي يعني واحد ممكن يبطش دون ردع يعني بدون أي ردع ويجي يعني البلدان تمارس فيهم الديمقراطية وتمارس فيهم يعني حوق الإنسان وبالتالي يعني أحب يدر لطب يروج وهذا على كل حال هذا العهد يعني الآن ماشي يوصل لنهايته نتيجة أنه هذا الجانب ولات منظمات المجتمع المدني عندها قوة كبيرة والمغرب ما يقدرش يعني يبقى يتصرف كما كان يتصرف يعني بحرية مطلقة وبالتالي يعني فرنسا يعني يتقطع لكل شيء أنا نتأسف أنه وزير هذا يعني ناطق باسم الخارجية يقول هذا الكلام بهذا الشكل نتيجة ثمت أعراف أيضا في طريقة التعاطي مع المسؤولين وثمت أعراف دبلوماسية ودولية في هذا السياق ذات أن أسأل سيد عبد المطلب عميار يعني رغم كل الحراك الداخل الذي تتحدث عنه ثمت انتقادات لادعة للمغرب في مجال الحقوق الإنسان واتهامات بالتعذيب سواء كانت للمساجين أو خلال الإنستنطاق والاستجواب وأيضا في الصحراء الغربية يعني الملف شائك ومتشعب رغم كل الجهود الداخلية لا المغرب عرف تطورات في مجال حقوق الإنسان بكل تأكيد اختلالة حقوق الإنسان طبعا إذا كانت موجودة في المغرب رغم موجودة في الجنوب فقط أو في الشمال أو هي كتعني التراب الوطني بكامل هناك منظمات وطنية تشتغل في مجال حقوق الإنسان وهناك مؤسسات وطنية تعنى لكن ليست هناك مؤسسة دولية الأمر لا يتعلق بالمقاربة الموضوع من هذه الزوية مغرب بلد له سيادة واختلالات حقوق الإنسان يعالجها المناظرون في التراب الوطني من زوايا حقوق الإنسان في أبعادها الكونية وفي أبعادها الوطنية وبالتالي نحن لا نجزئ موضوع حق الإنسان في منطقة دون أخرى من التراب الوطني ثم المتير في هذا الموضوع وهو أنه يتزامن مع هجوم يستهدف المغرب في هذه الأيام ما طبيعت هذا الهجوم؟ نعت المغرب بأنه عاشيقة حتى نذكر منتصر ليس عاشيقة وإنما قد أقول عاهرة هذا كلام فيه إساءة للمغاربة وفيه إساءة للوطن حتى نقرب الصورة أيضا لمشاهدين كرام سأعطيك الكلمة أيضا سيد عمر منصور حتى حق الرد يعني حتى في تصريحات نسبة للسفير الفرنسي في واشنطن يقول إن المغرب يشبه العشيقة التي نجامعها كل ليلة رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها لكننا ملزمون بالدفاع عنه حتى كون الصورة واضحة نعم تماما نحن تلقينا هذا التصريح بكامل الإشمئزاز الأمر فيه إساءة مباشرة لوطن ولشعب كيف يمكن أن ننعط وطنا بهذا الشكل هذا أمر فضيع سيد عمر منصور تصريحاته اعتبرت جارحة ومهينة جدا بحق المغرب كما يقول المغرب نفسه ما تعليقه عن هذا الأمر وهل تأتي ربما حتى ألخص الموضوع باختصار شديد ما يأتي اليوم من استهداف لهذا المسؤول المغربي وكل هذه الضغوط على المغرب وهذه التصريحات يعطي ضمن مؤامرة ليقول بعض أنها خارجية لضرب المغرب في مقتل وضرب مصدقياته الدولية فيما يتعلق بالصحراء الغربية ما تعليقك على هذه التصريحات التي يعتبر جارحة ومهينة أنا بالدرجة الأولى قبل كل شيء نختار نقول للأخ على أنه هو تكلم أنه يعني عدالة حقوق الإنسان قال أن اختلالات حقوق الإنسان تعالج داخلين هذا ربما أكثر ما قال بما يخص بما يخص الصحراء بشكل يومي ومستمر بما يخص الصحراء الغربية الصحراء الغربية ليست تحت سيادة المغرب المغرب موجود ليست لا تعتبر يعني الداخل من الداخل المغرب ما فيه ولا بلد واحد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المغرب موقعه في الصحراء الغربية هو محتل وصيفته كمحتل يعني لا تضفي أي نوع من الشرعية لا نتحدث عن سيادة سيادة وممارسة ممارسة البطش والتعذيب في الصحراء الغربية يعني يجب أن تكون الهيئة مستقلة لأن نحن دولية ما عندنا أي قناعة أن الهيئات الموجودة في المغرب تدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو يعني هي راضع للسلطات والجهزة الأمنية هذا واحد اثنين هل هذا الشتم والله هذا السب والله هذا الحملة اللي داع الأخ أنها وقت هذا السبوع في فرنسا أنها يعني 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 المستوى في واشنطن والسفير الفرنسي في واشنطن كما قل هل كل هذه الأوضاع لها سبب والله ما لها سبب والسبب هو واضح انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب على كافة المستويات هذا الشخص هذا الشخص اللي استدعاه هون للتعذيب واحد من الأشخاص اللي معروفين بالتعذيب على مستوى المغرب عبداللطيف حموش هو ليس اتهم إليه مباشرة ولكن إلى الجهاز إلى الجهاز وهذا بالتالي يعني يعلط هذو الإخوان اللي من موضم ومنظمة غير حكومية موجودة في المغرب يعلطهم يصفقوا ويحتفلوا أنه هذا النوع من الأشخاص يعني بدت يعني تمارس عليه يعني العدالة لأنكم في المغرب العدالة يعني عندهم مشكل في العدالة كيف كيف لأن العدالة العدالة لا تطبق في المغرب إحنا عندنا عندنا الآن سيد عمر نصور حتى لا توتيل حتى يجيبك على هذه المقطة تعديدنا وسأعودي إليك تفضل أولا نعت المغرب بأنه دولة محتلة هذا كلام استوليك كثيرا في طار النزاع المفتعل في قضية الصحراء أنا كنت أتمنى أن يتكلم الأخ منصور باللغة تتماشى مع منطق التاريخ سيما بعد الهزات التي تعرفها المنطقة وبالخصوص في الدول الدول الجوار بعض دول التي كانت مساهنة لجبهة البوليزاريو منذ تكسيسيا والآن نعرف ما يجري بداخلها عليتي حال لكي لا ندخل في بوليميك أنا أود أن نتحدث بلغة المنطق الانتهاكات موجودة في تندوف والأخي يعرفوا هذا وربما ما يجري في تندوف وهذا أمر ورد في تقارير دولية فرانس ليبرتي أصدرت تقريرا يؤكد أن العديد من الواقعات تتعلقوا بانتهاكات جسيمة لحق الإنسان في تندوف وأنتم تعرفون هذا الأمر نحن نناضل داخل التراب الوطني من أجل إقرار حقوق الإنسان ومن أجل إقرار الديمقراطية ويؤكد مرة أخرى بأن هناك منظمة وطنية تصدر تقارير صادمة وقوية وعنيفة ولكن أصدرت أيضا في العديد من الأحداث التي شايتها بعض المناطق في الصحر ولكن على ما يبدو المجموعة الدولية ذا قدر عن بي المغرب أقول هذا الكلام لأن كيف تفسر أن يقول السفير الفرنسي أو حسب ما قال ونسب إليه لسنا بالضرورة مغرمين بها ولكن ملزمون بالدفاع عنها لغة المصالح هي التي تطغل أنا أؤكد لك بأن أنا كمواطن مغربي قبل أن يكون مناضل ديمقراطي وحقوقي هذه إيهانة للمغاربة جملة ومرفوضة جملة ورد كان على مستعمل مضمونها في تحقيق في تحقيق لذكاء المغاربة أنا لن أرد على هذا القول ربما السلطات المغربية ردت وقالت أن هذا القول مسى من كرامة جميع المغاربة صحيح الأمر يتعلق بحسب ما عاينته اليوم هناك حملة إعلامية غير مفهومة الآن داخل التراب الفرنسي تستهدف المغرب أنا طبعا من الندين يستنكرون دول هذه النقطة ستجيبني عليها سيد عمر مصوح حملة في فرنسا وهي مؤامرة خارجية أنا لم أقول مؤامرة خارجية أنا قلت هناك حملة في فرنسا تستهدف المغرب ربما تفاصيلها لا أعرفها هذه حملة إيجابية حملة بناء يعني كيف تصف هذا حملة مسمومة حملة مسمومة تستهدف المغرب ولكن ليست مؤامرة جاءت متزامنة مع الزيارة الملكية التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس لبعض الدول بوابة بوابة تفريق وأحشاء أن تكون السلطات الفرنسية منزعجة من هذا البرنامج الذي يقود للمغرب سيد عمر مصوح يجيبك على هذا الأمر هل ثمت فعلا حملة تستهدف المغرب حين نتحدث عن حقوق الإنسان وعن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب هل يمكن أن نتحدث عن حملة تستهدف المغرب خاصة بعد هذه الزيارة التي سمع بها القاسي والداني فيما يخص زيارة العهل المغربي الملك محمد السادس إلى بوابة أفريقيا ماليو منها إلى مجموعة من البلدان الأفريقية وهي تتواصل هذه الزيارة زيارة الملك الأفريقية ليست جديدة ليست فقط الزيارة ولكن الانتهاكات في حقوق الإنسان هل تمت حملة في فرنسا ضد المغرب تحديدا فيما يخص الصحراء الغربية فيما يخص وإذا كان فيه عمل معين إعلامي ما عندهش علاقة بزيارة ملك المغرب لإفريقيا الآن المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والأحزاب تتكلم على هذا الموضوع لأنه طال موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء القربية من طرف المغرب الآن عندنا سبعة وثمانين يعني سجين سياسي موجودة في المغرب نتيجة لأسباب سياسية وعندنا ستمية واربعين مفغود يعني من بداية الحرب حتى الآن يعني المغرب ما يقدرش يجاوب عليهم بطريقة واضحة لأهالي هذه الحلقة اسمحني فقط تحديدا في هذه النقطة ما تشكو يجب أن نشير إليها تقدم بها ناشط من مؤيدي جبهة البوليساريو النعمة أسفاري حتى لم أخت لم يذكر يقال أنه لم يذكر حتى مرة خلال المحاكمة أو خلال السنطاقة من جانب قاضي التحقيق أنه تعرض للتعذيب وظهر هذا الأمر لاحقا أليس هذا استهداف وقام يقول بعضا أنه تم توظيفه لضرب المغرب في مقتل في مسألة الحقوق والحريات لنيل منه في مسألة الصحراء الغربي هذا لا يعقل مردود عليه كل الإخوان اللي يعني سجينوا من خلال عملية يعني السطوع لمخيم كديميزيك يعني هذا تلقا تعذيب وهذا تلقا يعني الممارسات مشينة من أجل أنه يزور عليهم على أنهم رأهم كانوا يعني دائرين عصابة ومتوجدين وكذا وبالتالي قدموا لمحكمة عسكرية وهم ليست عسكريين إذن انتهاكات هذه واضحة وهذا المجتمع المدني بصيفة عامة يعني والعدالة الدولية يعني هذا مختلف المنظمات Human Rights Watch استنكرت هذا وندت به Amnesty International كل المنظمة الحققية تقريبا وبالتالي في الأيام الأخيرة يعني مقابر جماعية اكتشفت من هذه المجموعة اللي كانت يعني مفقودة وهذا يعني لما نقوله هنا في المجتمع لما نقوله في المجتمع في فرنسا يعتبر حملة أنا بالنسبة لي هذه ما هي حملة ليست حملة هذه ما هي حملة لدي سؤال لكم سيكون سؤال الأخير يعني على خلفية هذا الفتور القائم اليوم بين المغرب وفرنسا وازدياد هذا الفتور هل يمكن هل يمكن أن نتوقع بعد كل الضغوط التي مفتئة تتواتر على المغرب في شأن مجال الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات في المغرب أن يقدم المغرب بعض التنازلات فيما يخص الصحراء الغربية هل الأمر وارد فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان مثلا أم لا سأعطي الكلمة أولا سيد عبد المطالب عميار رئيس جمعية تليقظ المواطنين وأعود إليك سيد عم المنصور كسؤال أحتي يعني أودت أن أسأل هل يمكن الفتور الآن على أشده بين فرنسا والمغرب هل يمكن أن نتوقع أن يقدم المغرب تنازلات في مجال حقوق الإنسان مثل مثلا القبول بمراقبين دوليين أو تقديم تنازلات في ملف الصحراء الغربية على خلفية كل الضغوط وهذه الحمل التي تشن ضد المغرب في فرنسا أو غير فرنسا أنا أتمنى أن يكون الذكاء الفرنسي أكبر من هذه المعادلة أنا أعتقد بأن المغرب في صحرائه واختلالة حقوق الإنسان أي كان نوعها تباشر في المنظمة الوطنية اشتغال دائم ربما في بعض الأحيان أكثر شراسة منها ومن أمنيسي انترنسيون نفسها أنا لا أعتقد بأن هذه التوترات الحاصلة اليوم هي مقدمة لشراعنة التدخل في الصحراء المغربية لأن المراقبة الحقوقية تقوم بها المجلس الوطني لحق الإنسان أنه طبعا يؤسفني أن الأخ منصور تكلم عن المختطفين وهو كيعرف بأن كل لوائح قدمت المؤسسات أوروبية فيها مئات من المختطفين ومن المغاربة ومئات من المختطفين إلى حدود الساعة وطبعا سيد عمر الكلمة الأخيرة لك هل يقدم أنه توقع بعد هذه الضغوط يوصفها ضيفي الكريم بالحملة ولكن تم تضغوط دولية على المغرب في مجال حقوق الإنسان سواء كانت الحقوق خلال عملية السجن خلال استنتاج خلال استجواب في الصحراء يعني كلها تتعتبر ضغوط ضد المغرب هل يمكن أن يقدم نغرب بعض التنازلات بناء على هذا الأمر وهل هو أسلوب تتخذه فرنسا باحتصار شديد والكلمة الأخيرة لك يجب على المغرب أنه يفهم أنه الزمن تغير والصمت على انتهاكات حقوق الإنسان ولا الآن المغرب أيين كان موقعه أيين كان الصحراء القربية ويتندوف طبعا تندوف وشجاع أنكم ستصادف المؤطمات الدولية اللي حبيت أنت أخي منك مطالع أنت أخي منك مطالع بغتصار نقدها منك نحن قبلنا أنه تكون ميكانيسم يعني هيئة أو هيكل تابع للمينورسو يشرف على حقوق الإنسان في الصحراء القربية كافة الصحراء القربية الجزء المحتل الجزء المحرر هو مخيمات اللاجيين المغاربة يدعاوا أنه تندوف فيها يعني مخيمات تندوف فيها انتهاكات حقوق الإنسان المغاربة وحدهم ما فيها أي منظمة قالتها ولكن نحن مستعدين قبول هيئة دولية تشرف على هذا بكل شفافية لأنه بالنسبة هذا هو بناء ثقة الثقة يجب تبدأ من احترام حقوق الإنسان أشكرك مجزيل الشكر الثقة مدخلها ليس فقط حقوق الإنسان الثقة مدخلها سياسي طبعا وأنتم تعرفون هذا الثقة وأن يتقدم الإخوة الصحراويون بجرأة وشجاعة لتفاوض بشأن المقترح المغربي للحكم الذاتي لأنه هو المخرج هذا مقترح المغرب قدمه بطريقة أحدية ربما نخصص لأنه لنتفاوض تطلب تبادل وجهات النظر أشكركم جزيل على تبادل وجهة النظر هنا في السوديو كنتم معنا سيد عمر منصور ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا كل شكر جزيل لك على قبول هذه الدعوة سيد عبد المطلب عمير رئيس جمعية اليقظة المواطنة كل شكر جزيل لك أيضا على قبول هذه الدعوة أنت مرحب بك دائما هنا في السوديو كنتم معنا في فقرة وجه لوجه حول توتر العلاقات دبلوماسية بين المغرب وفرنسا